أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله العزيز الجبار المتكبد ذي الكبرياء والجبروت والعظمة والملكوت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس ففلاح المرء في دنياه وأخراه أيها الأحبة لا يكون إلا بتجنب البطر والكبرياء وعدم التجبر والازدراء قال المولى سبحانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الكبر إخوة العقيدة من منكرات الأخلاق والسيء الخصال وهو مما اتفق على تحريمه جميع الشرائع السماوية فهذا لقمان الحكيم يعظ ابنه قائلا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وآخر ممن سبق وسلف تكبر واختال وافتخر فعذب بالخسف قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة متفق عليه أمة الإسلام هكذا يعاقب من سولت وزينت له نفسه الكبر والاستعلاء فكتب له الذل والهوان بدل العز والأمان فعن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه رواه مسلم فلنتواضع ولنتراحم ولنتلاين قال جل وعلا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وعن عياض بن حمالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم معشر الموحدين لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بتقديم المحاضرات والنظريات فقط بل طبق ذلك عملية فعن أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت رواه البخاري وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت قال صلى الله عليه وسلم نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري أيها المسلمون تلك نماذج من تواضع خير البرية وأزكى البشرية صلى الله عليه وسلم وأما الجبارون والمتكبرون والمتعالون فهل أتاكم شيء من نبأهم من منا لا يعرف قصة قارون ذاك الذي بغى وطغى وتكبر وعصى من منا لم يسمع عن نهايته المخزية وخاتمته السيئة قال الحق جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد إخوة الإيمان لا حظ للمتكبر من رحمة الله لا يدخل الجنة ولا ينعم بنعيمها بل يشقى ويصلى نار جهنم فعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عطل جواظ مستكبر متفق عليه وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم وأشد من هذا وأفضع أن المتكبر لا يرحم بل يحرم من رحمة الرحمن يوم القيامة فعن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة من جر إزاره بطر متفق عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم فالويل والهلاك والعذاب لمن بغى وتكبر وطغى وتجبر وعصى وافتخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته رواه مسلم وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم رواه الترمذي وقال حديث حسن اللهم صلى وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير والحمد لله رب العالمين أشعر أن محمد رسول الله 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 أشعر أن محمد رسول الله